مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن السبت 22 أبتوبر اليوم الأمر مرافقنا من برج ترابي برج العذراء لليوم التاني على التوالي واليوم السبت مختلف عن يوم الأحد الأحد الأمر بيكون صار موجود ببرج الميزين فيلي نهاره جيد يستفيد من هذا اليوم يلي هو أصلا يوم جيد جدا للأبراج الترابي مواليد برج العذراء الثور الجدي مواليد أيضا برج السرطان ومواليد برج العقرب كيف بدي يكون نهارنا البداية مع برج الحمل مواليد برج الحمل هذا يوم بالنسبة للكم بعده تقيل بعده المشاريع كتيري بعده شغلكم اليومي حتى يشغلكم اليومي وإن كان يوم روتيني رح بتحسوا أنه شوية تقيل وشوية أتقل من بقية الأيام لكن صراحة اليوم رح بيضلوا أريح من يوم الأحد لذلك لحقوا حالكم نحكوه مع الناس اللي يجب تحكوها تواصلوا مع الناس اللي يجب تتواصلوا مع صلحوا الأمور تصالحوا وما تتركوا مشاكل بالنسبة لبرش الثور مواليد برج الثور بعتبر هذا اليوم جيد وبعتبره من الأيام الحلوة في هذه الفترة من السنة من هذا الشهر يمكن تكون هذا اليوم من الأيام الحلوة تقريبا الباقي في شهر أكتوبر استفيدوا من هذا اليوم لتصحيح الأمور لتكونوا مع أحبائكم لتأووا علاقاتكم مع أحبائكم يوم جيد جدا بس لما نقرب الأمر لبرش العقرب بتصير الأمور شوي معقدي لذلك يكونوا منتبهين خاصة أنه فيه كسوف للشمس في برج العقرب وهذا أمر قد يسبب لألكم شوية متاعب لذلك يكونوا منتبهين بالنسبة لبرش الشوزاء يوم لا بأس به لمواليد برج الشوزاء الشمس عم بتشكل مربع مع برجكم فماشي الحال فيه أمور بتتصلح فيه أمور بتزبط ما فيه شي ما له حل كله له حلول المواليد برج الشوزاء أقوياء جدا لكن هذه القوة لعنكم إياها استعملوها لحتى تجلبوا لألكم وتجذبوا لحالكم سلام سلام داخلي سلام عائلي سلام اجتماعي سلام مهني بعدوا عن المشاكل مش وقتها هايدي هي تقريبا فينا نقول آخر يوم بتكون الشمس موجودة فيه ببرش الميزان فاستفيدوا من هالطاقة الحلوة الشمسية كونوا حضرين 14-15-16 حزائران يونيو هايدي طاقة كوكب المريخ عم بتنبهكن منروح لبرش السرطان مواليد برج السرطان الجو اليوم نشيط وحلو أجواء جيدة وأن كانت راكدة أحيانا بتحسوا حالكم ما لكم جلد تحكوا تتحركوا الأجواء بتلقوا مزحش شوي يمكن لأنه أنتو طلع بالكم ترتاحوا حاسين بيتقل الأمور لكن أنا بقلكون قريبا جدا بعد يومين الأمور رح تتغير ورح تصير أحلى لألكم ورح ترتاحوا من الكثير من المعاناة الشخصية فمواليد برج السرطان تسمعوا برجكم الشهري للجزء الثاني طبعا بتشوفوه بلاقحة الأبراش الشهرية بتسمعوا برجكم للآخر وبتشوفو شو الموضوع منروح لبرش الأسد مواليد برج الأسد يوم جيد الأمر ببرش العذراء بأوي الطاقات بيعطيكن قوي يوم جيد نشيط وحلو وصباح الأحد كمان صباح حلو لذلك مواليد برج الأسد أنتوا بآخر فترة ممتازة يستفيدوا منها حلوة قوية بتشغلكون بتعطيكن أفكار أفكار زكية وحلوة ممتازة تجذب الأنظار لذلك مواليد برج الأسد ما في شي ضدكن باتاتا حتى مواليد 23, 24, 25 تموس يوليو فيها تكون الأكثر حظا منروح لبرش العذراء يلي عم يتمتع بتأثيرات كوكب الأمر ببرشه مواليد برج العذراء يوم ممتاز لتحقيق رخباتكن لحتى تقرروا على الأشياء اللي بدكن إياها هناك الكثير من التغييرات يلي أنتوا بتقدروا تأثروا فيها على حالكن على غيركن مواليد برج العذراء الأجواء عندكن أنا بعتبرها أوية ومهمة وأنتم أصحاب قرار الضوء الأخضر عندكن ما فيكن تقولوا ضعاف وما عم تقرروا وما فيكن بالعكس حتى يمكن بيدخل على حياتكن نشاط جديد أو تغيير كتير مهم بحياتكن صفحة جديدة منروح لبرش الميزان الجو اليوم هادي عنده لكن بكرة صباحا رح بيكون يوم رائع جدا 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 وجود الأمر في برج الميزان يوم الأحد مع الشمس ببرشكن حتى الساعة حتى الساعة 41 دقيقة ظهر توقيت بيروت بتكون فترة ممتازة المهم اليوم انهار بطيء لكن الأمور رح تتغير بكرة الأحد حسب الوقت اللي تلكونية من هلأ إلى وقتها عدوا عقلين بعدوا عن المشاكل مش وقت سببوا لحالكم وجعة راس مش وقتها لما الأمر بيكون ببرش العطراء بيكون فيه أجواء باهتي أجواء ضعيفة أجواء بتزهق ومخيبة للأمل فكونوا منتبهين هلأ كوكب الزهرة معقول يساعدكن شوي إذا كنتوا من موليد 20-21-22 أكتوبر منروح لبرش العقرب موليد ببرش العقرب يوم جيد يوم لا بأس به يوم بيساعد الشمس هي بتشتكون نزول لكن الأمر بيوش العذراء بتشتكون نطلوع لذلك لازم تستفيدوا من هذا اليوم المتناقض بتأثيراته لكنه الجيد بجميع الأحوال هذا الأمر عم يعطيكم فرصة لحتى تتحركوا لتخلصوا شغل وحتى تتقدموا وتحكوا باللي لازم ينحكى وتعملوا يلي لازم ينعمل موليد ببرش العقرب أنا بعتبر هذا اليوم جيد وأنتوا بآخر مرحلة بآخر مرحلة معكن حتى الساعة 2 إلى 3 الظهر بكرة عند إذن الأمور بتتغير بشكل واضح ويوم الثالثة والأربعة رح بيكونوا أفضل مع أنه رح بيكون فيه كسوف للشمس ببرشكن مروح لبرش القوس مولي ببرش القوس التحديات موجودة لكن القدرة عنكم موجودة قدرة التحمل قدرة النجاح قدرة التحقيق الإنجاز لذلك أنتم أقوياء هذا تحدي فيكن تقبلوا لأنكم أنتوا أدى وأدود بعض القصص العقلية هي المتعبة بعض القصص الشخصية هي المتعبة بعض القصص يلي بتحسوها أنه ضغط كبير عليكم مسؤوليات كمانة تقيلة لكن أنتم أدى وأدود لكن نصيحة رجاء أنتم من الأبراج اللي ضروري جداً تسمع برش الشهري لأكتوبر لأنه فيه تغييرات ابتداء من تاريخ 23 منروح لبرش الشادي مواليد برش الشادي يوم مهم يوم بيحمل أمل كتير كبير بتغيير بيتقدم بيتطور كتير مهم لألكم مواليد برش الشادي مفيش ناقصكم بتاتاً هيدا الأمر الموجود ببرش العذراء مهم جداً 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 وبيقدم لكم فرصة للتسامح للتصالح للتقدم ولطي صفحة يعني خنائين مع أخواتكم مع أولادكم نهار كتير حلو شوفوا برشون شو هني شو هو هو وجربوا تلاقوا بس لما تلاقوا نهار حلو لألكم وحلو لألون للشخص بيكون تحكوا معو بيكون هو اليوم المناسب لألكم منروح لبرش الدلو مواليد برش الدلو يوم شغل يوم طويل يوم تقريب أعمال روابط تحكوا يعني يوم بزنس يوم بزنس طويل 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 ستة البيت الطالب التلميذ اللي حتى ما عم بيشتغل كمانا بيلاقي حالو عم بيدور على شغل عم بيدور عم بيشتغل فعلاً في نشاط اليوم واضح جداً لكن انتبهوا مواليد برش الدلو من بعض الأخطاء في أي ورقة ورقة أو وثيقة بكنتم ضوة أو تحصلوا عليها دقوا بكل هذه الأمور لتكونوا على نور كونوا حاضرين سبعة ثمانية شباط فبراير منروح لبرش الحوت مواليد برش الحوت قال شو اليوم خلوا يمروا بي سلام من دون ما تعقدوا القصاص من دون ما تحطوا على كل شهر دي ووير دي مواليد برش الحوت الأجواء اليوم وان كانت شوي معاكسة لقالكم هناك انفراج هناك فكرة حلوة هناك خبر حلو رح تحصل عليه في اليومين المقبلين اليوم هي فترة متعبة أنا بقالكم بتتحديكم تزعجكم بتخليكم تبكوا يمكن شوي لكن ما تعملوا مشكل صدقوني بكرة بتندموا يلي بيعمل مشكل اليوم بيندبوا يا ريت نطرنا فطولوا بيكون خاصة موالي 13-14 أدار مارس تأثيرات كوكب نبتون عليكم شديد بختم مع مولود اليوم بقالوا لمولود اليوم بانتظاره سنة وان كانت هذه السنة بتشوفوها بطيئة ببدايتها لكن هي منا بطيئة هي سنة بتحمل تغييرات بتحمل فرص مهمة بتحمل قدرات للكم بتقويكم وبتعطيكم قدرة كتير كبيرة للتحكم بسير الأمور وللتقدم بشغلكم بعملكم الأشهر الأربعة الأولى والخمسة الأولى من سنة 23 رح تفاجئكم ببعض الأخبار المهمة جدا الإيجابية بيتمنى الجميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي